زينب سأذهب معها بأماكن كثيراً وبقدر أني أنا أقلبها 180 درجة أوبس، 180 درجة؟ أكيد يا رانييم دعونا نشوف الآن أنا بعد ما فكرت بمشكلتك توصلت لقرار نتعيني أنا وأنتي ونختار بنطرنا تكون عريضة ونلبق عليها شغلات تانية هنشوف شو دا يطلع مع ألوان الآن مثلاً أول شي شوفي هذا البنطرون واو لونجير نشوف مع شو رح تلبسها يا شكلاً بتحب الألوان وهي لابسي الألوان فرقة اللون الفوسفوري ما بحبه بالمرة سريلي فونكي كتير حلو هايك اللون نيون وهلأ تس بري ترندي أتوقع بتلبق معه هاي الكنزة كتير بطلعوا حلوان مع بعض بتدخلوا لجوا بطلع تي شيرت بس عم تختار له طيب واسع كتير ما بحس تحيطلوا حلوان لاتسي اوه كتير حلو مهضومة نعم متعمل مديرنج حسناً ليس جيداً حبيتهم برافو رانيم كتير حلو عن جدي كتير كتير عجبني متل ما تخيلتوا بالظبط حيكون عليكي بطلعوا هاي غير اللوك كامل طبعاً وانتي جوعة متئسة أخد فكرة كمان عجبني أعملك شي لسه فونكي أكتر في ستايل أكتر في حركات أكتر هاي البلايزر مع هاي الشيرت تحتم منو لا لا يا راني إذا بدت كتير كبارة فايتع ثلاثين وشعال أربعين فاك لان بدي أميسوا شوي هيكي صغرة البنطلون هد حسيت كتير كبارة كتير رسمة وهيدة لا ما حبيت لا ما حبيت أوه لا ما طلعوا مشكلة لا طلع كتير لبرا جريت خلتها بالأوتفت الأول بتاعي نقلك نشوف شو ممكن نعمل أكتسسوارات على هاد نشوف بالأخير مشان نختار واحد فيكي تلبسي هدون الحلقات شكلها عم تعتمد على هيدا اللوك لأنا عم بتحط حلق ليك أنا كتير حبيت اللون مش شايدة اللون حلو بس يمكن كمان هاد يمكن شوي كان أقرب لشخصية زينة بتوقع انه هي سيف لأنه رايق ورايق أو سيف وبدأ شي لعمرة سير حلو كتير نختار شنطة كتير بهاي عقدما اللي اتنين حلوين بس أنا ملت أكتر لهاد بقى أنا حا اعتمد على هاد الأوتفت وهلأ بدياكي تشوفي حالك مستعدة؟ مستعدة؟ بشوف إنه هاد هو الأوتفت اللي هيغير طريقة تفكير زينب بحالة وبستايلة وحيكسر هاد الشي عنده كتير فيو تعريق الأميس فيو ربطة والجاكت فيو ربطة فانتالون طالع لبرة تقريبا هلأ بعد التجربة الأولى أكتر شي حيلبقلك هلأ اللي هو الاربن ستايل مرتاحة فيلا اللوك وبنفس الوقت هيكي بيعطيكي تاتش أو تويست هكي فامنن بنفس الوقت هيكي تحسي حالك غيرتي فشو رعيك نبلش نجرّم إيس؟ أوكي يارا خلينا نبلش أول شي نختار تنقيس اللي تعال لازم نكون كتير ننتبه لأنه يباين صغير بالعمر فينا نجرّب هاد البانتز بحس حلو، فامنن بتخيل مع هالشيرت رح يطلع حلو حبيت لقوم يسليم مع الفراشة خلينا بقى هلأ نجرّب كبراك فينا نبلش نجرّب البلاك سراحة كتير حبيت مرحباً نعم ووو أحبها ولكن البانطالون كثير لبقلة العميس بتطير العقل حلينا نجرب شي تاني ونقرر شو راح نعتمد هلأ بما أنه ألبستك أول شي بانتس وشيرت عم فكر كنت بلاك درس سنسل أنه هو فايت على ثيرتي ودك تحسي بعمرك فبحس هالدرس راح يكون حلو عطتها بلاك درس عطيها جاكات ملونة شوز 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 راح نعطيك الشوز الذهبي أوكي بصراحة بحس كتير راح يطلع حلو فمنين يلو خلينا نجربون أوكي يس 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 كتير لبقلة إجرائها حلوين على فكرة بس إتس تو إيزي يعني كن فيها تحطها بشي أقوى يعني بايخ صراحة وحسيت هيك غير شوي شخصيتك فسطان شي جديد شو رايك نجرب نحط شوي أكسسيريز لنشوف هيك كيف اللوك كامل راح يطلع أوكي بما أنه هو سيمبل أسود سادة ففكر نحط إيرنكس لنشوف شي مثل هيك إيرنكس خلينا نجرب هيك نكمل اللوك نشوف بما أنه هو شوي هيك كلاسيك فبنا نحاول نختار شنطة تكون هيك لاب على اللوك خلينا نشوف أعتقد أنها هي حلوة نعم والترين هلأ ترندي فحلوة كمان هي الشنطة فيك تحملية هيك أو فيك تحملية على واحد جزدين كلاسيك من هذا الفستان هذا الفستان كان يبدو شيء أكبر نعم حبيتا نعم فاعتمدتها اللوك أول شيء أريد أن أقول لك أن أريد أن أتوسع فيها أنا أفكر أن أركز على ماشة السلك ساتن اللي هو ماش كثير صعب ينلبس بس إذا بتعرفي تلبسيه مضبوط فيك تطلعي مش بس تكوني فامنين تكوني أليجنت وفامنين وكله مع بعضه أوكي يلا طعي معي السلك ساتن ماش كثير صعب بس إذا نلبس مضبوط فيه يطلع روعة على الأكيد أنا أدى يعني إذا في شخص خرجوا يأخذ ريزق هو أنا بعرف أنت قلت أنه ما بتحب الأصفر أوكي بس أنا سمعت أختيك قالت بدك شوفيك بالأصفر يعني ما بعرف أو بدي إسمعلك أو بدي إسمعلك بس أنا قررت إسمعلك حالي أوكي أنا رح جارب أول شيء الفستان وما تخاف منه لحاله يعني فيه كثير ستايلين هيكون أوه حبيت الفستان صراحة الأصفر أي تلحب اللون الأصفر مع أنه كانت أختي عم تقول أنه جعبالي لبسها أصفر فهيأتي لصالة تمارية ونطلبسها أصفر فستان أصفر أوه ما بعرف شو رح يطلع الموضوع هنحط معه جاكات جلد أوه واو أحب هلأ له هلأ تلحلو التشويس التي نطلعه الفستان الأصفر مع الجاكات بتوقع هتلعوه كثير حلوين بدي إكسر هيدا نوع القماش ما يبين كثير كأنه شي بي نلبس بالبيت يعني أوكي طبعا رح أعطيك شوز هو الشوز أوكي حاولي يلا نعطيك أنا كثير محمسة لأشوفه بهذا اللوك عن جد لأنه نقيت شي إنه ما كتير ناس بنقوه يعني هو السال صراحة كتير حلو بس غريب حس بده شخصية جريئة إنه الفستان مع الجاكت مع الصندل رابط أولاهاها د killer هيدا حكي هيدا حكي واو واو بس لابستى من أول مرة وثبتوا بااقة وكسي